مرحبا بكم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلتنا هاي التجميعات اليومية الفترة الأولى للعام الحالي والآن إن شاء الله سنقوم بشرحها ومراجعتكم بالمهارات لحظوا السؤال الأول هنا يقول أنه فيه دائرة مركزها M وفيه زاوية محيطية مرسومة على قطر الدائرة قطر الدائرة يعني هاي الزاوية 180 لأنها خط مستقيب قطر معروف إن الزاوية المحيطية نصف المركزية اللي مرسومة على نفس القوس وبالتالي هاي رح تكون 90 إذن الجواب جيم شوف سؤال آخر لحظة هنا التشابه بين المثلثات وبيقول إنه المثلثان متشابهان ومعطينا الزاوية هاي 30 وهاي تناظرها 30 كيف بدنا نعرف إيه زيه؟ ظلع هذا ثلاث نضيره أربعة فبنقول ثلاثة على أربعة يساوي ظلع هذا ستة نضيره أه فنقول يساوي ستة على أه ثم نقوم بعمل ضرب تبادلي تصير ثلاثة ضرب أه يعني ثلاثة أه يساوي ستة ضرب أربعة أربعة وعشرين بعدين نقسم على ثلاث على ثلاث نقسم الطرفين على ثلاث فبتطلع عندي إيه تساوي أربعة وعشرين تقسيم ثلاث بيطلع ثمانية إذن الجواب دال هكذا نتعامل مع تشابه المثلثات كل ظلع على نظيره طيب السؤال هذا يبي المحيط طبعا هو ما أعطيني ظلعيا هذا الظلع خمسة وهذا الظلع تسعة بس الظلع هذا ما أعطاني إيه لكن شو أعطاني إشي نستفيد منه؟ أعطاني إنه الزوايا اللي تحت قد بعض أربعين أربعين زوايا قاعدة معناته هذا المثلث متطابق الظلعين يعني مدام هاي خمسة هاي بدها تكون خمسة عشان الزوايا متساوية فنجي المحيط هو مجموعة الأضلاع يعني خمسة زائد خمسة زائد تسعة وهذا الحكي كله يطلع تسعتاش إذن المحيط عندي تسعتاش غض النظر عن الخيارات الأخرى لأنه هاي تجميعات شو يذكروا الطلاب من هذا السؤال لحظوا هنا السؤال عندي خطين متوازيات إكس هاي خارجية وهاي داخلية بس مو بنفس الجهة يعني زي ما في علاقة مباشرة بينهم لأنه ما هم متبادلات لو اللي جنب إكس هاي هي اللي بتبادلها يعني هاي اللي راح تكون سبعين شان هاي مع السبعين تبادل داخلي فإكس والسبعين بدهم يطلعوا مية وثمانين شانه خط مستقيم فأكيد إكس راح تكون مية وثمانين بنقص منها سبعين تطلع مية وعشرة إذن الإجابة مية وعشرة بغض النظر عن الخيارات الأخرى إن كانت موجودة أم لا لاحظوا هذا كثير يجي هذا ما في تحصيلي من دونه الإكس اللي بالنص بتساوي مجموع الضلعين تقسيم اثنين يعني القاعدة بتقول إنه إكس تساوي خمستاش بجمعها خمسة واربعين وبقسم على اثنين وهذا الحكي يطلع ستين ستين تقسيم اثنين يطلع ثلاثين إذن الإجابة ثلاثين إذن الجواب جيم نشوف سؤال بعده ما صورة النقطة الناتجة من الإزاحة هاي لاحظوا شو الإزاحة إكس شو تغيرت زادت أربعة معناته اثنين هاي بدأت زيد أربعة فشو بيصير عندي الإكس كانت اثنين بدأت زيد أربعة شو بدأت صير بدأت صير ستة طيب والثلاث هاي شو صار عواي نقصت خمسة إذن ثلاث ناقص خمسة فيها سالب اثنين إذن بتكون النقطة ستة وسالب اثنين طبقت القاعدة اللي معطينا إياها بيقول هاي الدالة هل هي زوجية ولا فردية ولا فردية وزوجية ولا ليست فردية ولا زوجية خلينا نرى أفضل طريقة وللسرعة بتشوفوا الأسس إذا كلهم فرديات بتكون فردية إذا كلهم زوجيات وحتى لو في زائد عدد براء بتكون زوجية أما لو كانت فرديات وفي زائد مثل خمسة لحاله بتكون لا فردية ولا زوجية لاحظوا هذا أس ثلاث فردي وأس خمسة فردي وأس واحد هنا طبعا فيه واحد فردي إذن هاي الدالة فردية جواب ب شكرا للجهة اللي جمعت هذا المعلومات طبعا هنا يقول ما حلول هاي المعادلة طبعا إحنا لما نخرج X عامل مشترك X شو يظل عندي يظل عندي X قوة 4 ناقص 625 يساوي صفر تمام الآن بنحلل هاي فرق بين مربعين أيضا اترك X اللي خرجت عامل مشترك يصير عندي هنا X تربية ناقص 625 25 ضرب 25 ناقص 25 في X تربية زائد 25 طبعا هاي X تعطي صفر وهاي حلولها برضو تعطي موجة بسالب خمسة وهاي تعطي موجة بسالب خمسة I إذن الجواب هاي ليش أنا لما حللتها فرق بين مربعين وصلنا إنه أول إشي X يساوي صفر إشي الثاني X تربية ناقص 25 يساوي صفر انقل 25 على الجهة الثانية بصير X تربية تساوي 25 معناته X تساوي موجة أو سالب جذر 25 يعني موجة أو سالب 5 حيث صاره ثلاث حلول الحل الآخر اللي هو التخيلي اللي بيجي من كنا قبل نقول ما في حل لكن بعد ما أخذنا الأعداد المركبة صار في حل X تربية زائد 25 يساوي صفر انقل 25 يعني X تربية يساوي سالب 25 X يساوي موجة أو سالب جذر سالب 25 والسالب جوه الجذر بيعطي I وجذر 25 فيها 5 إذن موجة أو سالب 5 إذن الإجابة A سالب سالب بعد الآن لو جينا للسبعة بده قيمة D السبعة هذه شو تساوي المتجاه A B بروح B هذه السبعة تساوي 4 ناقص D 4 ناقص D هو اللي بيعطي السبعة و 5 ناقص 1 هو اللي يعطي الأربعة الأربعة ما لنا علاقة فيها ولا الخمس ولا الواحد إلي بالسبعة والD والأربعة كون المتجاه A B بروح B أولا 4 ناقص D يساوي سبعة بعدين شو نعمل بننقل D على الجهة الثانية وننقل السبعة يعني بنسوي هاي الحركة نجيب D هنا عشان تصير موجب ونجيب السبعة هنا فبصير D تساوي 4 ناقص 7 تطلع سالب 3 إذن D بتكون سالب 3 السؤال اللي بعده بده قيمة X هذا اللغريتم يفضل أني أرجع اللغريتم هذا للأس كيف أرجع للأس هو لغريتم أساسه ثلاث يعني ثلاث أس ثنين ثلاثة أس ثنين بساوي اللي قدام اللغريتم اللي هو X زائد سبعة زائد ستة يعني تسعة تساوي X زائد ستة تسعة اللي هي ثلاثة والس اثنين انقل الستة عند التسعة بيصير X تساوي تسعة ناقص ستة ويساوي ثلاث إذن الجواب ثلاث هنا يريد قيمة X طبعا الواحد وثمانين ما في علاقة مع الستة عشر ما في اختصار فأنا عندي خيارات لو جربنا بالتخمين حطينا مثلا سالب اثنين شو بصير خلينا نشوف انه تطلع صح او لا 16 احيانا افطر اني اعوض الخيارات فبعوض بدل X سالب 2 عن طريق التخمين شو بتصير هنا سالب 4 هل تساوي 81 هل تساوي 81 خلينا نروح نحسب الاس السالب اقلبه صير 16 في 3 2 هاي قلبت عشان يصير الاس موجب 3 2 4 وهاي بتصير 16 ضر 3 4 لحال على 2 4 لحال 2 4 مع 16 بتروح يظل 3 4 فعلا 81 إذن من خلال التخمين ممكن أعرف إنها سالب 2 هون يقول عن شكل رباعي قطراء غير متطابقين يعني مش مربع ولا مستطيل لأنه المستطيل قطراء متطابقان والمربع هو مستطيل قطراء غير مستطيل ينصف كل منهم الآخر هذا كلهم ينصف كلهم الآخر لأنه أي متوازي أضلع بس كمان غير متعامدين يعني غير معين لأنه قطراء المعين متعامدين إذن ما فيه إلا الخاصية هاي تنطبق على متوازي الأضلع لأنه المربع والمستطيل أقطارهم متطابقة المربع والمعين أقطارهم متعامدة فما فيه عندي إلا متوازي الأضلع العادي طبعا هذور كلهم متوازيات أضلع بس الخاصية هاي موجودة في المتوازي الأضلع اللي ما يتصف بأنه مربع أو مستطيل هنا الليمت أو النهاية لو جينا نعوذ تعويض مباشر 2 بدل X 2 تربيع 4 ناقص 4 0 على 2 ناقص 2 0 0 0 هاي ما بتزبط بدنا نسوي لها شغل كيف الشغل نجي زي هيك limit X تروح ل2 بحاول أحلل البسط اللي فوق عشان أختصره مع المقام فاللي فوق فرق بين مربعين تتحلل X تربيع اللي X في X 1 زاد 1 ناقص وال 4 يتحلل ل2 في 2 وتحت X ناقص 2 زي ما هي الآن بيصير عندي اختصار X ناقص 2 اللي بتجيب الصفر مع X ناقص 2 كمان شو بيظل عندي بيظل X زاد 2 شو أقوم أعمل أعوض الآن بدل X 2 فبيصير 2 زاد 2 وبيطلع 4 إذن المت هاي هي 4 إذن الجواب G لحظة لما تكون الليمت رايحة للمالة نهاية سيها مش عدد هون ما بعوض هون بيقاعدة تقول إذا درجة البسط أعلى من المقام هذا ما لنهاية إذا درجة البسط أقل من المقام البسط اللي فوق هذا صفر أما إذا زي هاي درجة البسط هنا الدرجة اللي هالأس هنا واحد وهنا واحد نفس درجة البسط هنا نأخذ المعامل اللي هو ثنين على المعامل اللي هو ثلاث إذن النهاية هاي بتطلع ثنين على ثلاث كونه درجة البسط بتساوي درجة المقام هنا بيقول ما أبسط صورة للعبارة اللي شايفينها أول خطوة بدي أحول القسمة إلى ضرب يلا نروح نحول القسمة إلى ضرب أربعة إكس تربية وي تربية على إكس وي تربية بدي القسمة أحولها إلى ضرب وأقل بالثانية بصير إثنين إكس وي على إثنين وي ونختصر الآن في ناس يختصر كل وحدة قبل ما يحول القسمة إلى ضرب بصير الآن أختصر إثنين وي هاي مع الثنين هاي وال وي هاي واختصر ال وي تربيع هاي مع ال وي تربيع هاي واختصر الإكس هاي مع الإكس هاي شو بيظل عندي يظل عندي أربعة إكس تربيع يظل عندي أربعة إكس تربيع متجه الوحدة اللي يقوله نفس هذا الاتجاه هذا بس نحتاج إحنا لو قلنا هذا اسمو V المتجه V نحتاج طول V قديش طول V عشان نقسم على طول V عشان يطلع معاي متجه الوحدة طيب كيف نحسب طول المتجه إذن طول V يساوي جذر جذر الثنين هاي تربية زائد جذر الثنين هاي تربية طبعا جذر الثنين لما بربعه يصير اثنين زاد اثنين اربعة جذر الاربعة بيساوي كله اثنين اذا المتجه الوحدة هو جذر اثنين على اثنين وجذر اثنين على اثنين 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 نطلع طول المتجه ونقسم عليه قيمة اكس التي تجعل هاي العبارة او قيم اكس لتجعل هذا العبارة غير معرفة هاي العبارة غير معرفة لما المقام يساوي صفر لما المقام يساوي صفر تكون العبارة غير معرفة خلينا نروح نشوف متى المقام يساوي صفر نأخذ المقام اللي هو اكس تربية ناقص خمسة اكس زائد ستة بنساوي بالصفر ونروح نحل لهاي العبارة نفتح قوسين ونقول اكس تربية عبارة عن اكس ضرب اكس بنحط اشارة الوسط اللي هو سالب نضرب الاشارات سالب في موجب سالب اذا اثنين سالب الان الستة عددين اضربهم ببعض يطلعوا ستة موجب وهم سالبين اثنين مجموعهم سالب خمسة اللي هم سالب اثنين في سالب ثلاث واللي ما يعرف حل اللي يقدر يخمن يعني ياخذ منها الاعداد ويعوض وشوف مين اللي يطلع صفر بدو بدو قيمة اكس حلينا سؤال زي قبل شوية قلنا لكم لازم نحول اللغاريتم الى اس ناخذ هذا العدد اللي هنا اس هذا يساوي اللي قدام اللغاريتم يعني بتصير اربعة اس نص بتساوي اثنين اكس زائد ثماني طب شو يعني اربعة اس نص اربعة اس نص اربعة للأس نص يعني جذر الاربعة جذر التربيعي للاربعة اس واحد يعني جذر الاربعة واربعة اس نص تطلع اثنين اذا بتصير هاي المعادلة اثنين اللي هي اربعة اس نص تساوي اثنين اكس زائد ثمانية نقوم الآن بعملية طرح ثمانية من الطرفين فبتصير 2x تساوي سالب 6 بقسم على 2 تطلع x تساوي سالب 3 إذن الإجابة سالب 3 ماذا المهم للإنسان يعرض السؤال ويقول هذا جوابه لا يهمنا أيضا كيف إجاء الحل عشان نفهم المهارة ونستذكرها عشان نعرف إن جاء أرجو من الجميع أعطاء لايك وشكرا على هذا الفيديو وأنا أشكر اللي جمعوا هاي الأسئلة في الشكل التالي ABCD متوازي أضلاء محيطه 42 محيطه قديش 42 وعندك AB هاي 6 يقول قديش بي سي قديش اللي هون تمام كيف نقل مدام AB 6 معناته CD 6 6 6 12 الآن نطرح من المحيط اللي هو 42 ناقص 12 يظل 30 30 هاي للظلعين الباقيات الظلعين بقسم الثلاثين على ثنين لأنه الظلعين متطابقات فهاي بتطلع خمسة عشر وهي تطلع خمسة عشر بتأكد جمعهم يطلعوا اثنين واربعي لاحظوا هنا زي السؤال حلينا قبل شوية بس هنا فيه تبادل يسموه تبادل خارجي هاي الزاوية وهاي الزاوية متبادلات خارجيا لأن كل واحدة من جهة وهذول يكونوا متساويات يعني 6X زائد 13 تساوي 3X زائد 88 هنا نخلي الاكسات بجهة بنجيب الثلاثة هنا ونجيب الثلاثة هنا الاكسات بجهة والأعداد بجهة فبصير 6X ناقص 3X يعني لو طرحنا من الجالين 3X بتصير زي هيك تساوي 88 ناقص 13 صف هنا 3X وهنا 75 خطوة اللي بعدها بقسم على 3 على 3 تطلع X 25 20 لاحظوا هنا مرت هذا السؤال ومرتنا يمر إنه ما في علاقة لونا X هنا يكون في علاقة لكن ما في علاقة مباشرة بين X والسبعين الـ X لو هنا في تناظر لو هنا في هنا هنا وهنا نقول أما هاي ما فيه بينها وبين السبعين فالسبعين فيه تبادل داخلي مع اللي جنبها هاي سبعين وبالتالي مجموعة الزاويتين بدوا يكون 180 يعني مجموعة هذول الزاويتين 180 فX 180 ناقص 70 تطلع 110 هنا يبي النظير الضربي لهاي المصفوفة كيف نجد النظير الضربي لأي مصفوفة كان شو نعمل أول خطوة بنطلع المحددة المحددة زي هيك رمزها أو في ناس يرمزلها دلتا الآن محددة شو بتساوي نضرب القطر هذا 2 ضرب 4 ناقص سالب 1 ضرب سالب 3 2 ضرب 4 8 ناقص 3 تطلع كلها 5 هذه قيمة المحددة بعدها نجي على هذه المصفوفة نقوم بتبديل القطر الرئيسي 2 والأربعة نبدلهم بنخلي الأربعة هنا والثنين هنا هذه أول خطوة ثم نغير إشارات القطر الثاني السالب واحد وثلاثة ذول بس نتركهم مكانهم بس نغير إشاراتهم يعني بتصير واحد وبدل السالب ثلاثة تصير ثلاثة خطوة اللي بعدها بقسم الجميع على المحددة أقسم على خمسة وأقسم على خمسة وأقسم على خمسة وأقسم على خمسة وبصير هاي الإجابة هنا بدو المتجه A-B بدلالة متجهية الوحدة أول شي خلينا نطلع الصورة الإحداثية للمتجه A-B A-B بالرعبية أول ستة ناقص ناقص اثنين ثلاث ناقص سبعة هاي الصورة الإحداثية واللي هي بتطلع ثمانية ثلاث ناقص سبعة سالب أربعة لأن هاي نقدر نكتبها بدلالة المتجهات A-U G نكتبها زي هك ثمانية A-I ناقص أربعة G متتابعة حسابية معطينا الحد الأول ثلاث والحد والأساس اللي هو D قيمته خمسة طبعا بدلالحد الحادي والعشرين طبعا نكتب القانون القانون يقول أنه A-N يساوي A-1 زائد D في N ناقص واحد هذا قانون المتتابعة الحسابية فبدون A-21 يساوي A-1 ما أعطيني إياها ثلاث زائد D ما أعطيني إياها خمسة مضروبة في N اللي هي 21 ناقص واحد نحسب الأولوية للي بداخل القوس 21 ناقص واحد فيها 20 ضرب خمسة 100 ثم الأولوية للضرب 100 100 زائد 303 103 الأولوية داخل القوس لحظة هنا نفس القوة قوة واحد قوة واحد واللمت للمال نهاية إذن هاي المعامل على المعامل ثلاث عثنين هذا السؤال تكرر إذا تقاطع مستقيمان هاي مسلمة فأنهما يتقاطعان في نقطة خذ هاي مستقيم وهاي مستقيم آخر اتقاطعوا بإيش اتقاطعوا اتقاطعوا في نقطة هايها إذن إذا تقاطع مستقيمة فأنهما يتقاطعان في نقطة مسلمة إحدى المسلمات السؤال هنا يقول بده زاويتين متبادلتان خارجيا خلينا نفحص الخيارات لأنه اللي عندي متبادلات خارجيا كثير ثلاثة ستة وين ثلاثة ستة متبادلات داخليا لا إذن مش ثلاثة ستة تسعة عشرة تسعة عشرة متجاورات على خط مستقيم لا هنا ما في خيار إلا أني أبد أجرب كل الخيارات ستة أربعة ستة أربعة نفس الجهة وداخليات اثنين ذو المتحالفات لا إذن ما ظل عندي إلا ثمانية وواحد خلينا نشوف ثمانية هيها بجهة والواحد بجهة أخرى وإذن وهاي اثنين خارجيات إذن متبادلات خارجية الآن السؤال اللي بعده بيقوله هنا هاي بتمثل المسافة من النقطة قطع أحمد أربع ساعات فكم المدة المتبقية إله طبعا إحنا بنعوض بدل T أربعة فبتصير تسعمية وخمسة وستين هاي الجواب بالدقيقة تسعمية وخمسة وستين ناقص مية ضرب أربعة يعني أربعمية قداش يظل عندي خمسمية وخمسة وستين ظهر أن هذا السؤال معطياته ناقصة لأنه مش معطينا الوحدات تيش تمثل ف يعني خمسمية هاللي دقيقة أقسم على ستين مثلا فظاهر أنه في خلل هذا السؤال معطياته غير كافية بيجي هنا التكامل كنت قبل تستعملوه بالآلة الحاسبة لكن الآن ما في آلة حاسبة كيف أنا بدي أجري عملية التكامل هاي طبعا الـ X هنا قوتها واحد فاللي بيصير إني بيصير هيك اثنين X بدأ الأس واحد يصير أس اثنين بزود واحد واقسم على الأس الجديدة اللي هو اثنين ناقص الخمسة تكاملها خمسة X خمسة X كله من وين من واحد إلى ثلاث طبعا أختصر اثنين مع اثنين ظل عندي X تربيع ناقص خمسة X بعوض هنا الثلاث ناقص أعوض هنا الواحد ثلاث تربيع ناقص خمسة بثلاث واحد تربيع ناقص خمسة بواحد هاي التسعة ناقص خمس تطلع سالب ستة ناقص واحد ناقص خمسة بتطلع سالب أربعة وبتصفي كلها بعد الحسبة سالب اثنين اي اس 16 لحظوا ال16 هذا من مضاعفات الاربعة لانه اي اس اربعة بتعطي واحد واي قوة لل16 للاربعة هاي كله يعطي واحد اي تربيع بيطلع اي تربيع بتطلع سالب واحد اي تكعيب سالب اي واي اس واحد تطلع اي اذا هاي بتطلع واحد ليش لانها قوتها اربعة من مضاعفات الاربعة البعد بين مستقيمين اذا كلاهما بالواي اطرح الواي الكبيرة ناقص الواي الصغيرة فبتصير خمسة ناقص ناقص ثلاث وهذا بيطلع ثمانية اذا سواء بالإكس او بالواي كلاهما مستقيمين بواي وإكس ويعطيك اعداد اطرح الكبير ناقص الصغير عدد جذور الحقيقية اثنين الحقيقية لانه هاي بتتحلل زي هيك اكس تربية ناقص اربعة وهنا اكس تربية زائد اربعة يساوي صفر اكس تربية ناقص اربعة بتصير زي هيك اكس تربية يساوي اربعة معناته اكس يساوي موجب زائد جذر الاربعة وهذا يساوي موجب زائد اثنين هذول جذرين حقيقية بينما اكس تربية زائد اربعة يساوي صفر يعني اكس تربية يساوي سالب اربعة هاي بالنهاية تعطيك اكس يساوي زائد ناقص اثنين اي ذول ذول مو حقيقيات ويسأل عن الحقيقية اذا الحقيقية فقط اثنين الكوساين راح تكون موجبة بالربعة الرابعة يعني مش ذا ومش ذا قبل اي حسبة قبل اي عملية حساب مش هذو يعني بدأ تكون يا الف يا با كيف نعرف احنا بنعرف انه صاين تربية زائد كوساين تربية يساوي واحد الصاين معطيني اياها سالب واحد على ثلاث تربية زائد كوساين تربية يساوي واحد هاي بتصير واحد على تسعة زائد كوساين تربية يساوي واحد يعني الكوساين تربية يساوي واحد ناقص واحد على تسعة والواحد تسعة على تسعة تسعة على تسعة يعني هاي نقدر نوحد المقامات ونسويها تسعة على تسعة اللي هي الواحد فبيصير الكوساين تربية يساوي ثمانية على تسعة يعني الكوساين جذر الثمانية على تسعة ما رح أخذ السالب لأنه أنا بالربع الرابع الكوساين موجب طيب جذر التسعة ثلاث وهاي الثمانية أربعة ضرب اثنين يعني الأربعة إليها جذر اللي هو اثنين ويبقى عندي جوال جذر اثنين إذن اثنين جذر اثنين على ثلاث رح نوقف بهاية التجمعات إلى هذا الفيديو وعشان نشوف تفاعلك وننزل لكم بقية الفيديوهات وبقية المواد إن شاء الله تابعونا عشان بننزل لكم البقية شكرا لايك متابعة عشان ينزل الكل ترجمة نانسي قنقر